اشتركوا في القناة وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد قدوة الصحاء والمعاقين العالم العابد عطاء ابن وباه ولد في ضواحي تعز في اليمن السعيد بإذن الله عز وجل في عودة أمنه واستقراره وعقيدته ونجاته من عبث العابثين نشأ في مكة أدرك مئتين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تلقى عنهم العلم فكان إماما من أئمة الإسلام كان معاقى كان مشلول اليد وكان أعرجه وكان أعوره رجل مبتلى ولكن ننظر في سعة علمه كان حبر الأمة عبد الله بن عباس إذا سئل يقول للسائل كيف تسألوني وفيكم عطاء بن رباح بل كان في زمن بني أمية في الحج ينادي المنادي لا يفتي الناس إلا عطاء بن رباح ومن مناقبه نصحه للخلفاء بما فيه من خير للمسلمين دخل عطاء بن رباح على عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي فقام إليه عبد الملك بن مروان وأجلسه بجانبه وقال له ما حاجتك فقال عطاء بن رباح يا أمير المؤمنين اتق الله في أبناء المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست قال أفعل إن شاء الله ثم قال له اتق الله في أهل الثغول فإنهم حصن الإسلام قال أفعل إن شاء الله ثم قال له اتق الله في أحوال المسلمين فإنك مسؤول عنهم قال أفعل إن شاء الله ثم قام عطاء وأراد أن يخج فأخذ عبد الملك بيده وقال له سألت حاجة غيرك فما هي حاجتك فقال عطاء ليس لي عند مخلوق حاجة ثم مضى فقال عبد الملك ابن مروان هذا والله هو الشرف وهو السؤدد من مناقبه من مناقب عطاء ابن رباح أدب جم وخلق رفيع يقول إن الرجل ليحدثني بالحديث فأصغي إليه وكأني لم أسمع وإني قد علمته قبل أن يولد ولكنه الأدب الجم والخلق الغفيع ومن مناقبه شدة تعبده لله عز وجل كان رجلا قواما بل لما بلغ من الكبر عتيا كان يقرأ في قيامه مئتي آية من سورة البقرة وهو قائم توفي في سنة مئة وأربع عشرة رسالة من عطاء ابن رباح إلى المعاقين في أمة الإسلام اعلموا أن ميزان التفاضلي هو تقوى الله عز وجل وصدق الله العظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكري وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم أعلموا أن الإعاقة ليس بالشيء الذي يعاب عليه العبد فتلك مشيئة الله سبحانه أما الإعاقة الحسية كأن يبتل الإنسان في عينه رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر واحتسب لم أجد له عوضا إلا الجنة أو أن يبتلى بالمرض وهذا نبي الله أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الظاحمين الإعاقة الحسية يؤجر عليها العبد ويثاب بتكفير خطاياه رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وتكون له المنزلة العالية في الجنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله عز وجل إن العبد إذا سبقت له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله فيبتليه الله عز وجل في جسده وفي ماله وفي أهله وفي ولده وفي ولده حتى يبلغه تلك المنزلة أصحاب الإعاقة الحصية من أهل البلاء لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان يوم القيامة نصبت الموازين ونشرت الدواوين ثم يؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم ثم يؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم ثم يؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ثم تلاقوا له تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أيها المعاق لا تجعل من إعاقتك حجر عثرة في شقك لسبل الحياة في طلب العلم وهذا عبد الله بن أمي مكتوم يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله وأنزل الله في شأنه قرآن وهذا عمر بن الجموع لم تمنعه إعاقته أن يجاهد في سبيل الله ويقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي رحم الله التابعين وتابع التابعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وجمعنا بهم في مستقر رحمته اللهم آمين صلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة